كان سكان قرية آيلة المطلة على البحر يعيشون على صيد الحيتان وكان محرم عليهم الصيد في يوم السبت من كل أسبوع وبسبب فسادهم وظلمهم كان الرزق يختفي طوال أيام الأسبوع ولا يظهر السمك إلا في يوم السبت استيقظ يا ميمون استيقظ لقد أبحر مركب سمحون وسيصيد الحيتان قبلك لقد فرغ الطعام من بيتنا يجب أن تعود بصيد وفير ها بصيد وفير سوف تكون أكبر الأسماك من نصيبي وستعرفين قيمة زوجك ميمون شيخ الصيادين وكبيرهم في قرية أيلة أين ذهب السمك يا عمون؟ لا أدري يا كبير الصيادين ربما تحتاج إلى أن تبتعد أكثر في عرض البحر أكثر من هذا؟ إنني لا أرى الشاطئ هل أنتم متأكدون أن الشباك سليمة؟ فحصتها بنفسي قبل الإبحار كيف لا تظهر سمكة واحدة؟ هذه إرادة الله يا شمخون يا أخي على الصياد أن يبذل الجهد أما الصيد نفسه فهو رزق من الله نحن لا نفعل شيئا يوم السبت كما تأمرنا شريعتنا فلماذا يعقبنا الله؟ هذا سؤال لا يليق الله يمتحن عباده بالخير والشر أيضا إنهم تحانوا الصبر ويجب أن تكون شاكرا في كل الأحوال لماذا يقترب منا قريب ميمون هكذا؟ العاصفة شديدة هل نعود إلى القرية؟ عد أنت لن أرجع إلا بصيد وفير قل إن شاء الله يا ميمون ما هذا؟ نار في يوم السبت؟ وما المانع؟ هذا حرام تنهان شريعة التوراة عن إشعال النار في يوم السبت ولكن البرد شديد تكاد أطرافنا تتجمد من البرودة هيا لنذهب إلى المعبد حيث دفء القلب بالصلاة والتضرع إلى الله ميمون يا ميمون هل ستمضي حياتك كلها نائما؟ اليوم السبت يوم التوقف عن العمل لماذا توقذينني؟ الرجال سيذهبون جميعا للصلاة طالبا للرزق أنا أتعبد هنا وأنا نائم معك حق نوم الظالم عبادة انظر انظر يا شمخون انظر لا أصدق ما كل هذه الأسماك؟ إنها تكفي لإطعام قرية عاما بأكمله هيا بنا هيا لنصيدها هل جننت؟ اليوم هو السبت أيها الأحمق ممنوع علينا الصيد في يوم السبت نعم نعم تذكرت ولكنها فرصة وماذا سنقول لرب موسى عندما نلقاه؟ كنا ننتهز الفرصة؟ إننا جوعا وفقراء فقراء ألن يغضب الله إذا نزلنا إلى الصيد في يوم التحريب؟ هل تظن ذلك؟ ما رأيك أنت؟ اتقوا الله ألا يكفيكم ما نحن فيه من ابتلاء؟ سنصيد في صباح الغد بإذن الله كما تأمرنا الشريعة أين ذهبت الأسماك؟ وأين ذهبت الأنواع الضخمة؟ لقد كنا نراها بأعيننا وهي تقفز في الماء لا أعلم كيف تختفي كل هذه الأسماك في لمح البصر هل نتوغل في داخل البحر أكثر يا سيدي؟ لا فائدة فلنعب هيا بنا لقد اجتمعنا اليوم لنبحث هذه الظاهرة الخطيرة ظاهرة اختفاء السمك إن الشباك تعود من البحر وهي مبتلة بالماء المالح ولا سمك هناك أحسنت التعبير يا سيدي إن الشتاء في هذا العام شديد فمن أين نطعم أنفسنا وأبناءنا؟ الأسماك تتصرف كما لو كانت تغذنا إنها تظهر في اليوم الذي تعرف أن الصيد محرم فيه ثم تختفي بقية أيام الأسبوع هذا صحيح يا رجال إن الأسماك تتحدانا اسمعوني يا أبناء قرية أيلة إن الله يمتحننا بما يحدث فلنصبر ولنجتهد في الخروج إلى البحر ولنستمر في محاولة الصيد من يدري؟ عسى الله أن يرفع عنا البلاء ويوسع في أرزاقنا هذا استسلام يا سمحون إن الأسماك تمكر بنا وتتعامل معنا بأكبر قدر من المكر والخديعة ولن نتركها تعبث بنا بعد اليوم ما معنى هذا الكلام؟ سوف نرى لماذا جمعتنا يا شيخ الصيادين؟ حتى نحزم أمرنا ونحل مشكلة الطعام كيف؟ هل هذا بإمكاننا؟ نعم بإمكاننا فعل الكثير اسمعوني جيدا إن الأسماك تمكر بنا فلماذا لا نمكر بها نحن أيضا؟ مع معذرة لا لا أفهم قصدك سنلقي شباكنا في البحر يوم السبت فتمتلئ بالحيتان لكن الصيد محرم يوم السبت لا تقاطعني أيها الأحمق قلت سنلقي بالشباك فقط في يوم السبت لنحجز الأسماك وعندما يبزغ فجر يوم الأحد نغلق الشباك على الأسماك قبل أن تتسرب إلى البحر وبهذا نكون قد وفينا بتعاليم شريعتنا التي تحرم الصيد يوم السبت وفي الوقت نفسه نكون قد أنقذنا أنفسنا وأولادنا من الجوع رأي عظيم أحسنت هيا يا شمخود أسرع أحكمت وضع الشباك يا كبير الصيادين أخفض صوتك ستوقظ أهل القرية بصياحك هكذا هيا بنا الآن تفرقوا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون صباح الخير يا ميمون أتمنى لك صيدا طيبا ها وأنا كذلك أين شباك الصيد؟ هل ستصيد من غير شباك؟ نعم أقصد لا لقد نسيتها سأذهب لإحضارها سمحون سيشك فينا الآن وقد يكشف الحيلة لا نبحر نحن أيضا ثم نعود قبله ونخرج الشباك من الحجرات الصغيرة نعم هذا هو الرأي الصواب انظر انظر يا كبير الصيادين هذه كمية لم نصدها طوال حياتنا أخرج الشباك في صمت أسرعوا قبل عودة باقي الصيادين يا للحظ السعيد آه لا أستطيع أن أخرج الشباك وحدي كل هذا كان سيضيع منا بسبب يوم السبت أسعارنا واحدة لا نقبل المجادلة تذكروا لا يوجد في القرية كلها أسماك إلا لدينا من أين أتيت بالسمك؟ لقد كنت أنا أيضا في البحر ولم أصد شيئا هذا اعتراف منك بمهارتي وقلة درايتك بل هي الحيلة لقد كنت بالصيد في يوم السبت السمك طازج يشهد على ادعائك ألقيت الشباك بالأمس في يوم التحريم ورفعتها اليوم نعم فعلت ذلك ما شأنك أنت؟ اسمع يا ميمون لقد تحملنا طمعك وفسادك ولكننا لا نتحمل أن تغضب الله وتتحايل على شريعتنا ونسكت سوف يحل الغضب علينا جميعا إذا لم يعجبكم الحال فاخرجوا من القرية ودعوها لنا إنها قريتنا مثل ما هي قريتكم لن نخرج منها اسمعوا يا رجال لنبني جدارا يعزل بين الفريقين أوافقك على هذا الاقتراح حتى لا يزعجنا كل حقود وفاشل وأنا أوافق حتى لا تقع عيناي على فعل يغضب الله خذوا خذوا واشكروا الرب الذي وفر لنا هذا الطعام غدا تتحسن الأحوال إن شاء الله تعالى أما يوم السبت هذا فيجب علينا أن نتفرغ فيه للتعبد والدعاء كانت فكرة إشعال النار في يوم الجمعة فكرة رائعة نعم فنحن نستدفئ في يوم السبت دون أن نحمل الذنب في إشعال النور هل ألقيتم الشباكة في البحر؟ نعم بالتأكيد وغدا سيكون الصيد وفيرا ونملأ أيدينا بالنقود وبالذهب إلى أين تذهب يا زوجي في هذا الجو العاصف؟ أريد أن أزور جيراننا خلف الجدار لماذا؟ من واجبنا أن ننصحهم ونعظهم لما تعزون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ معذرة إلى الله ماذا تعني؟ أريد أن أعظ أهل قريتي ليعذرنا الله تعالى ويعلم أننا قد أدينا واجبنا وأمرناهم بما فرض علينا رأيي أن تدعهم لعذابهم فإنهم لا يستحقون النصيحة قرد أيها الناس أيها الناس إني أرى قردا متوحشا من أين أتى؟ وكيف دخل قريتنا؟ إنه يضحك لماذا تضحك أيها القرد؟ صوتك أيها القرد يذكرني بصديق قديم اسمه شمخون إنه أنا شمخون شمخون أنا ولكنني لست قردا تعدب أيها القرد ماذا؟ بل أنت القرد انتظر انتظر بدأت أفهم لقد تحولنا جميعا جميعا إلى قرود يا له من ذكاء بالنسبة لقرد نعرف هذا ولكن ماذا سنفعل؟ كيف سنظهر أمام الناس بهيئة قرود؟ لنستمر في الحياة على أي صورة لا أحد يريد شراء السمك أين ذهب جيراننا أهل القرية؟ ومن هؤلاء القرود؟ لم يتحول سمحون إلى قرد أدفع ذهبي كله وأعود إنسانا يوما واحدا هل نبلغه أننا أهل قريته وأصحابه؟ ربما يساعدنا يا سيد سمحون يا كبير الصيادين هه؟ إنه صوت آدمي كيف هذا؟ نحن جيرانك وأهل قريتك استيقظنا اليوم على هذه الحال لا حول ولا قوة إلا بالله هل تستطيع أن تساعدنا لنعود بشرا؟ كيف؟ إنه أمر الله ولا راد لقضائه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة حاسئين حمدا لله تعالى عادت الحيتان إلى البحر يا زوجتي اقتسم ما رزقنا الله به مع إخواننا الصيادين واقتطعي جانبا لنتصدق به على جيراننا المساكين خلف الجدار لا تذكرني بهم إنهم لا يكفون عن التشاجر والصراخ طوال النهار ولا يكفون عن البكاء والنحيب والتحصر طوال الليل هذا جزاء من يغضب الله لو علم المزنب بهول العقاب لما أقدم أبدا على زم آه يا ليتنا لم نستمع لكلام ميمون نحن جميعا جوعة وهو الوحيد الذي يحصل على الطعام طعام مهين الموت أفضل منه بكثير صار أصحاب السبت آية لمن يتحايل على شرع الله أو يظن أنه أعرف بشؤون حياته من خالقه ورازقه عندما يخالف العبد ربه يهبط من كرامة الإنسان إلى مرتبة الحيوان ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين حدثت القصة بعد زمان عيسى عليه السلام وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوقت قريب حيث كان ملك سبأ يجلس في شرفة قصره مهموما سيد الملك عيدوس العصفة الرملية تشتد أليس من الصواب أن تدخل إلى قاعة العرش المغلقة لكم أحس بالكآبة يا عرنوس ما الذي يشعرك بالكآبة يا مولاي الأمطار تسقط على الجبال من حولنا وتنحضر إلينا سيولا ثم تضيع في الصحراء العطشة ألا ترتوي تلك الصحراء أبدا؟ يجب أن نجد طريقة لمنع السيول من الضياع كل عام في الصحراء لماذا لا يفكر مولاي في الخروج لرحلة صيد؟ قد تزيل عنك بعض الكآبة لا مانع أعد المؤان للسفر غدا أقترح يا مولاي أن نعود إلى القصر ولكننا لم نصد شيئا بعد المؤان التي معنا يا مولاي تكفينا بالكاد في طريق العودة ولماذا لم تتجهز وتحضر المزيد من الطعام والشراب؟ أحضرت يا مولاي ولكننا نسافر الآن منذ عشرة أيام هل تريد الصحراء أن تتحداني؟ يجب أن أجد طريقة لقهرها أريد أن أمحو ذلك لون الأصفر الكريه كما تحب يا مولاي أريد مقابلة كبير المهندسين فور عودتي من الرحلة انظر معي يا مولاي لا أفهم شيئا يا كبير المهندسين من رسومك وحساباتك المعقدة الأمر في غاية البساطة سنبني سدا يحجز الماء في الأودية عند هطول الأمطار فنستخدمه طوال العام عظيم المهم أن تنجز بناء السد بسرعة معذرة يا مولاي هذا مستحيل ماذا؟ أتعصي أوامري؟ بل أخبرك بالحقيقة العلمية هذا البناء سيستغرق عشرات الأعوام عشرات الأعوام؟ وربما المئات لن نكون في الغالب من أهل الدنيا حينما ينتهي البناء وما الفائدة إذن؟ الفائدة ستعم على أحفادنا وأحفاد أحفادنا سيكون اللون الأخضر هو المسيطر على تلك الأرض موافق ابدأ في العمل فورا ومرت بالفعل مئات السنين تغيرت فيها الدنيا ورحل الملك الطيب صاحب فكرة بناء سد مأرب وجاء غيره لينعم بخيرات السد انظر إلى ثمرة عملنا غدا يزيد ثراء الملك مزيقاء بينما نزداد نحن جوعا وفقرا لا تنطق بكلمة مزيقاء هذه وإلا دخلنا السجن الكل يعرف أن الملك يمزق في كل يوم ثوبين من الحرير لكي لا يلبسه ما غيره كيف حالك يا عثمان يا صاحبي؟ في الحقيقة أشعر بملل قاتل لماذا لا تجرب السفر؟ أسافر إلى أين؟ الأرض كلها من حولنا مليئة بالحدائق وأشجار الفاكهة الناضجة معك حق شيء يبعث على السؤم ما دمتما تشعران بالملل والفراغ عودا إلى العمل أي عمل يا سيد عارف؟ الزراعة؟ هل نسيتما؟ أنا أعمل الآن في صنع السلاح عندي سيوف من الذهب الخالص ومطعمة بالأحجار الكريمة وأنت يا زهران أظافري لم تعد تحتمل العمل الشاق ثم إنني مشغول بصنع النبيذ الطلب يتزايد كل يوم على الخمور المعتقة اللهم ارفع مقتك وغضبك عنه ذهب الرجل الأقرى وطلب منه أن يقص شارة أضحك الله سنك يا سمو الأمير مزحة مبتكرة لا أستطيع أن أمنع نفسي من الضحك أقدم لك يا أبي أصدقائي الجدد عثمان تاجر سلاح عظيم سنعتمد عليك في أن تمد الجيش بما يلزمه من دروع وسيوف وما إلى ذلك هذا شرف عظيم يا مولاي أما زهران فهو أفضل من يصنع الخمور المعتقة إذن نسجنه هنا في القصر ليعد لنا ما يلزمنا خادمك المطيع ورهن إشارتك يا مولاي لماذا أنت شاردني كبير المهندسين؟ وما الذي يشغلك؟ يشغلني يا مولاي هذا التغيير الذي وقع في المدينة من حقك أن تفتخر به؟ أنت الذي أتممت بناء السد ليتني ما أتممته وليتني لم أكن مهندسا لماذا أيها الحكيم؟ كنت أحسب أنك تفخر بالسد كان السد نعمة لكنه كان نعمة تحمل في طياتها ألف شر مدجج بالسلاح أفصح أيها الحكيم لا نفهم كلامك لقد أنستنا نعمة السد حقيقة المنعم إن الناس يعرفون أن عطاء النعمة الإلهية حصن لا يسقط أبدا ولكنهم يجهلون أن حراسة هذا الحصن لا تكون إلا بشكر الله هل انتهيت من خطاب الوعظ؟ أكنت تريد أن نظل فقراء؟ ليتنا بقينا فقراء صابرين هذا أفضل كثيرا من الأغنياء الجاحدين هذا كثير لقد نسينا كيف نشكر الله لقد صدق علينا إبليس ظنه وأنسان الشكر أنت تبالغ يا كبير المهندسين اشرب كأسك ودعك من هواجسك أما عن أصحابنا في مأرب فقد جادت الأرض وزاد الخير وفاض على كل أهلها ومن العجيب أنه حين تغيرت طبيعة الأرض إلى الأخضر تغيرت نفوس الناس إلى الأسوأ أين الثوب الجديد الذي سأدخل به إلى بيت الخلاء؟ ها هو تفضل وستجد هناك الثوب الثالث الذي ستحضر به مجلس الحكم أين ابننا مالك؟ يبزع الهداية على كبار المسؤولين وسهدت القوم في حديقة القصر يا له من أحمق المفروض أن يتلقى الهدايا في يوم ميلاده إنها فكرتي أنا حتى يزيد حب الناس له ويتهيأ لقابوله حاكما بعد عمر طويل أخشى أن يحبه الناس أكثر مني وماذا في ذلك؟ إنه ابنك المقرب وخليفتك وكل الآباء يريدون لأولادهم مستقبلا أفضل فأر فأر أفزعتين أن يدها الحمقاء إنه مجرد فأر صغير وليس أسدا سيفترسون بل إنه أخطر من الأسد إذا عاشت تلك الفئران بيننا فستلد وتتحول إلى جيش من القوارد يقضي على زراعتنا وينقل الأمراض إلينا جميلة ابنة الوزير بيننا أرجوك يا سيدتي أن تبلغي والدك المحترم بهذا الخطر قبل أن يتفاقم ويتحول إلى كارثة سأفعل بكل تأكيد لا أدري من أين أتت هذه الفئران الضارة إنه عقاب الرب على الشر والفساد إن وجود الفئران في سبأ قد أصبح مشكلة كبيرة تهدد مستقبل البلاد وثرواتها لماذا لم تخبرني بمشكلة الفئران في حينها يا وزير؟ رأيت الأمر أدفه من أن يعكر صفو مجلسكم يا مولاي عندي حل يا مولاي تحدث يا كبيرة الجاري السلاح أقترح أن ننشر السم الزعافة في كل أراضي سبأ فنقضي على الفئران قضاء مبرمة ولكننا سنقضي على المحصول أيضا وسيموت كل من يأكل منه نمنع الناس من الأكل في هذا العام وعندنا في الخزائن فاكهة وغلال تكفي سادة القوم لعام كامل ما رأيكم في الاقتراح؟ أرفضه يا مولاي ستتأثر الأرض بالسموم لفترة طويلة كما أن الثمار الساقطة من الأشجار هي الأغلى ثمنا لأنها تستخدم في صناعة الخمور والحل؟ عندي اقتراح يا سيدي تحدثي يا سيدة سبأ الأولى سنربي عددا كبيرا من السنانير القطط والمعروف أن القطة بطبيعته يفترس الفئران ويتغذى عليها وبهذا تحل المشكلة يا لك من امرأة داهية تعجبني هذه الفكرة الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة دعني أنظر بنفسي يا لها من كائنات مخيفة أها أقصد مثيرة للشمئزاز القطة تهجم يا مولاي لا زالت تهجم إنها تقترب إنها تقترب من الهدف رائع عظيم انتصار ولا أجمل هزيمة ساحقة للفئران إنه يوم تاريخي في حياة سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ما أطيب الهواء الليلة يا زوجة الغالية طريفة لأول مرة أراك تناديني بزوجتي الغالية ترى لماذا؟ لأنها آخر مرة أراك فيها يبدوه أن حادثا خطيرا سيحدث إلى أين تذهب يا مولاي؟ انتظرني لا تتركني وحدي ما أفضح صوت الرعب إلى أين أذهب؟ لقد أرعدت وأبرقت ثم صعقت فأحرقت يا إلهي لقد كان حلما لا بل كان كابوسا فضيعا إنه نزيل الشؤم يجب أن أحذر الملك في الحال أمي ماذا جرى؟ مالك هل أنت بخير يا بني؟ بكل تأكيد لماذا تجرين في الحديقة في هذا الوقت المتأخر؟ لقد رأيت كابوسا مفزحا في نومي حدثيني حدثيني عما رأيت رأيت غيما أبرق وأرعد طويلا ثم أسعق ثم وقع لشيء إلا أحرق ثم بعد هذا إلا الغرق هل هذا شعر؟ لقد أضعت وقتي معك أين أبوك؟ أظنه يجلس في آخر الحديقة انتظريني يا أمي سأتي معك عثمان لا أحد يدخل على الملك الآن أمرك يا سيدتي ولا حتى الوزير ولا أي مخلوق السمع والطاعة يا سيدي ما الذي جرى؟ هل جننتما؟ استمى إلي جيدا يا عمر عمر فقط دون ألقاب؟ ليس هذا وقته يا أبي أنصت لما ستقوله أمي بتركيز شديد تكلمي يا طريفة هل الموضوع بهذه الدرجة من السرية؟ لقد رأيت تفضحا وسلحفا في الحديقة ها ما رأيك الآن؟ رأيي في ماذا؟ لقد أصابك الجرون حلم بصاعقة وضفاضع كبيرة تقف على قدميها ماذا أفهم أنا من كل هذا؟ والنور والظلماء والأرض والسماء إن الشجر لا تالف وسيعود الماء إلى ما كان في الضهر السالف ومن أخبرك بهذا؟ أخبرتني المناجد بسنين شدائد يقطع فيها الولد والوالد وما علامة ذلك؟ تذهب إلى السد فإذا رأيت فأرا يحفر في السد ويقلب برجليه الصخر فاعلم أن المصيبة ستحل بنا سأذهب إلى جسم السد لا لشيء إلا لأؤكد لك أنها تخاريف وأضاث أحلام لقد ماتت الفئران كلها أكلتها القطط منذ زمن ليتني أفهم يا مولاي ما السر في تلك الزيارة المفاجئة للسد؟ هذا ليس من شأنك معذرة لن أتكلم أرجو هذا سأصعد الآن وحدي إلى هذا الجبل هل تريد أن أصحبك يا أبي؟ ابقى أنت وإذا حدث لي مكروه تولى الأمر من بعدي احذر أن يتبعني أي واحد من هؤلاء الأغبياء أمرك يا أبي الحمد لله كل شيء طبيعي عادت الفئران؟ إنه يقلب صخرة لا يستطيع أن يحركها خمسون رجلا إنها النهاية 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 وقف الملك عمر بن عامر حائر لا يدري ماذا يصنع أبي أبي هل أنت بخير؟ ابقى مكانك يا مالك سآتي إليك لقد أصبنا جميعا بالقلق أنت تقف مكانك منذ وقت طويل وتنظر إلى أسفل ربما لم أنتبه للوقت ماذا رأيت بأعلى الجبل؟ لا شيء لا شيء يجب أن أجلس مع طريفة لنبحث أمرا في غاية الخطورة ولا أريد أن يزعدني أحد أمرك يا أبي فأر يسحب صخرة ألم أقل لك؟ إن له مخالب وأنيابا يا طريفة هذه كلها علامات سيئة خذ هذه الزجاجة وانظر إليها فإذا امتلأت بالرمال فاعلم أن النهاية قد اقتربت الرمال ملأت الزجاجة فعلا متى تتوقعين هلاك السد؟ خلال سابع سنين إذن علينا أن نعمل بسرعة وجدتها فكرة لا تخطر بعقل الشيطان ما هذه الرسالة؟ إنها دعوة من الملك عمر بن عامر لوليمة في قصره ولماذا لم يجعل حامل الرسالة يبلغك شفاهة؟ إنها السفاهة والتبذير انظري الدعوة مكتوبة بماء الذهب صحيح ذهب حقيقي والناس بالآلاف يجوعون ويشتكون من الظلم والفساد ألن تتوقف أبدا عن آرائك المعارضة؟ سيتغير كل شيء سيحل غضب الله على الظالمين السلام عليك يا أبي ومولاي اجلس يا مالك لا يصح يا أبي أن أجلس وأنت قلت اجلس واستمع إلي جيدا أمرك الليلة يجتمع كل الكبراء والسادة في سبأ لقد دعوت الناس جميعهم وعن قصد لحيلة في رأسي أية حيلة؟ لا يوجد وقت لأشرح لك هل تثق بي وتقين أنني أحبك وأعمل ما فيه لصالحك؟ بكل تأكيد يا أبي إذن افعل ما أطلبه منك الآن عارضني في كل شيء أقوله وأنازعني على الطعام واخطفه من أمامي فإذا سببتك سبني كيف؟ افعل ما أمرك به وإذا ضربتك اضربني بكل قسوة وشراسة لك مني السمع والطاعة يا أبي ذهب رجل أقرع ليقص شعره يا لها من مسحة رائعة بل هي سخيفة كقائلها سمعناها ألف مرة من قبل ظننت الأمير يقصد أقرع آخر غير الأول أميرك هذا أحمق وثقيل الظل أقول أحمق وثقيل الظل وأكلت ما يكفيك اليوم هذا طبقي ولن أتنازل عنه الطعام كثير يا مولاي الأمير ذق يا مولاي الملك من هذا اللحم أرجوك لن آكل إلا من هذا الصحن وأنا لن أسمح لك يا لك من صبي الوقح خذ لتتعلم الأدب وخذ أنت أيضا يا مزيقاء كيف تجرؤ على ضربي وإهانتي اتركوني لأذبحه لا لا يا مولاي لا تصل أبدا إلى ذبح ابنك الأمير مولاي أستحلفك برب عيسى أن تكتفي بضربه أو عزله ولكن لا تصل إلى القتل اخرس اخرس أيها الرجل المخرب لن أسترد هيبتي وكرامتي إلا إذا قطعت رأسه اقطع رأسي أنا بدلا منه هذا التدليل هو الذي أفسده بل أنت الفاسد أرجو يا سمو الأمير أن تسكت أرأيتم؟ أعطوني السكين أتعصوني جميعا؟ تمنعونني من تأديب ولدي؟ إذن سأغادر هذه الأرض التي يحال فيها بين الأب وابنه سأهاجر وأتركها لكم وداعا يا من كنتم بلادي هل تصدق ما جرى بالأمس؟ كنت أظن غضب الملك مؤقت لكنه مصمم على الرحيل وترك البلاد ومن سيحكمنا؟ هذا أمر لا يعنيني آسف يا أبي لأنني صفعتك لا عليك جمعنا مبلغا عظيما من المال هناك من يعرض شراء خيولنا وجمالنا أيضا لا سنحتاج إليها في الهرب لنضع فوقها كل هذا الزهب متى نرحل يا أبي؟ عندما نبيع باقي الأراضي والقصور لماذا لا تأكل يا أبي؟ ذهني مجغول يا ابنتي عندي أسئلة كثيرة لا أجد لها إجابة لقد حدثت أمور عجيبة بسرعة أربكتني وأريد أن أتأملها بهدوء ما ستقصد؟ الملك عمر بن عامر يعشق الحكم والسلطة والأرض الخصبة فما الذي يجعله يترك كل هذا ويهاجر؟ أحس بالإهانة كما رأينا جميعا وحيل بينه وبين تأدي بولده العاق هذه حيلة لا تنطلي علي لقد بدأ الملك والأمير وكأنما اتفق على هذا التشاجر أمامنا ولماذا يفعلاني ذلك؟ هذا ما لا أفهمه السد يجب أن أذهب إلى هناك أبي أبي أخفض صوتك المفترض أنك هجرت هذا القصر خوفا مني ها ماذا تريد؟ أريد أن أكرر أسفي يا أبي لأنني صفعتك لا عليك هل حزنتما كل الحقائب والصناديق؟ نعم هذه للطعام وتلك للفاكهة قلت ألف مرة قللوا من المتاع لا نريد أن نسير في قافلة من ألف جمل ويرانا كل أهل سبع هل نترك الطعام؟ زادنا في الرحلة؟ معنا من الذهب ما يشتري كل شيء قللوا من المتاع وتسللوا في هدوء أمرك يا أبي هيا هيا يا أمي سأحن إلى تلك الأرض الطيبة ليس هذا وقت المشاعر حني إليها فيما بعد هيا هيا لدينا أعمال كثيرة يا حضرة الوزير لحظات ويمضي كل منا إلى حال سبيله ما الذي ينبغي علينا ملاحظته؟ ها هو انظراه إنه مجرد فأر أين ذهبت القطط؟ إنه ليس فأرا واحدا بل جيشا من الفئران انظراه الفأر يقلب صخرة بل ويقضمها بأسنانه إنها فئران مفترسة كالأسود وقد تؤذي البعض ليس هذا هو الخطر المشكلة أنها تقرض الصخور أسفل سد مأرب هل تظن أن الماء قد يتسرب؟ ليتك لم تسأل أغيثونا أغيثونا هيا اذهبي بعيدا عن قصري إنه قصري أنا أيضا لقد اشتريناه معا أنا التي أحمل مفتاح القصر الملك عمر بن عامر باعه لنا معا أثبيتي زيل كيف أثبت وقد رحل الملك؟ إذن ارحالي أنت أيضا قبل أن أمر الحرصة بتردك الماء انهار السد إلى أين نهره؟ النجدة النجدة فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ